بالأدق لازم نعزي أو نعزي نفسنا في وفاة الواستاذة رجاء حسين ستة رجاء حسين دي عمري ما قابلتها في حياتي غير مرة وحدة ومن بعيد وسلمت في هدوء لأنها كانت شخصية شديدة الهدوء شديدة الجدية وما تبدلناش أي كلام غير أهلا يا يوسف ازايك يا ابني انت كويس الحمد لله الله يرحمها تخيل حد بالحجم ده تلاقي نفسك أول ما تسمع خبر وفاته عنيك تدمع وانت ما تعرفوش عن قرب مفيش بينكم أي تواصل إنساني غير مرة ومصافحة ستة رجاء حسين الله يرحمها دي واحدة من أجمل وأعظم وأهم وأكبر فنانات مصر ده بجد مش هزار الستة رجاء حسين دي قيمة تمثيلية وإبداعية من القلائل جدا في تاريخنا السينمائي اللي مليان بقامات عظيمة بس هي من القليلين أول يخشوا قلبك أنا عايزك تقعد تتفرج على مشهد ليها مع نور الشريف في فيلم حدوطة مصرية إخراج يوسف شهين وهي بتتخنق معنا تعرف ده جزء من حياة الراحل الكبير يوسف شهين وهي بتتخنق مع نور الشريف أو مع يوسف شهين على مسألة متعلقة بالفوارق الطبقية وإزاي ابنها بيحب بنته وهو رافض ده مثلا أو تتفرج عليها وهي وقفة قدام فتن حمامة في أفواه وقرانب أو تتفرج عليها وهي في فيلم عودة الإبن الضال أو تشوفها مع سيف عبد الرحمن ربنا يديله الصحة في العصفور يعني ايه ده ايه ده ولأنه الست رجاء حسين فعلا قيمة كبيرة فتجد أنه السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تنعيها وتنعي السيدة انتصار السيسي فنانتنا الكبيرة الفنانة رجاء حسين واللي توفيت في صباح اليوم بكلمات عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وكتبت نصا أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين التي رحلت عن عالمنا اليوم تاركة خلفها سيرة طيبة فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته الله يرحمها الله يرحمها أنا فرحت جدا بهذا النعي بالمناسبة لأنه قد كده فيه تأدير كبير لفنانة عظيمة رحمة الله عليها زي الفنانة الرجاء حسين الله يرحمها